قيادات كبيرة في رأس هرم ميليشي الحوثي تلقى حثفها وسط غموض يسود نهايتها وتكتمن عن أسباب وطريقة هلاكهم وتصفيتهم القيادي البارز زكريا الشامي لقي حثفه هذه المرة وهو المطلوب رقم أربع في قائمة التحالف العربية ويشغل وزير النقل بحكومة الحوثي وسابقا نائب رئيس هيئة الأركان بعد سقوط العاصمة صنعاء والذي كان له دور بارز في الانقلاب عام 2014 والد الهالك زكريا هو القيادي الكبير يحيى الشامي رئيس التنظيم السري للهاشميين ومن أكبر قيادات الصف الأول للميليشيا وبحسب مصادر لا يحظى بعلاقة جيدة مع السفير الإيراني لدى الحوثيين وقد يكون في قائمة التصفيات القادمة بعد وصول ضابط الحرس الثوري الإيراني أيرلو إلى صنعاء برزت بشكل لافت تصفيات لقيادات كبيرة في الميليشيا حيث صفت الميليشيا أربعة من كبار قياداتها خلال الشهرين الماضيين ضمن صراع محتدم بين أجنحة الميليشيا التابعة للسفير الإيراني القادمة من صعدة وبين قيادات هاشمية كبيرة داخل الجماعة وفيما تتكتم الميليشيا على خبر مقتل القيادية الشامي الذي شغل في وقت سابق موقع رئيس أركان الميليشيا الحوثية قال مصدر عسكري نيمن شباب إن الشامي قتل أثناء إشرافه على سير المواجهات في جبهات غرب مأرب فيما ذكرت مصادر أخرى أن الشامي تم التخلص منه ضمن التصفيات التي يشرف عليها السفير الإيراني والتي كشف عنها تقرير الخبراء الدوليين في مطلع يناير الماضي بوجود صراع كبير بين القيادات العليا للجماعة لم يعد السؤال كيف مات الشامي بل الأهم في رأي المراقبين من القادم في قائمة التصفيات وبأي ذريعة سيتم التخلص منه خاصة وأن معلومات تدور في الأذهان عن النية المبيتة للميليشيا تجاه أسرة يحيى الشامي والذي كشفت الميليشيا مرضه هو الآخر